اشتركوا في القناة انا مخير اريد اضلل النص واختار نسخ التنسيق التقط من عدد التنسيق والسق على النص الجديد او لا بس اضغطك لك بالنص القديم اللي اريد انسخ من عنده التنسيق واروح على نسخ التنسيق واضيفها على النص الجديد شن يعني نسخ التنسيق يعني نستنسخ لي التنسيقات اللي موجودة بنص ما يعني مثلا هسا ممكن واحد يقول هذي علامة التبويب لنفس انا علامة التبويب فاذا جاب لي النص هو تنسيقه لا اجلي هنا انا مثلا راح اكتب دورة الحاسوب الحاسوب واريد هاي دورة الحاسوب تنسيقه يكون نفس تنسيق هذا النص اللي هو ضمن علامة التبويب فاش اسوي اول خطوة اما اضلل النص كلية اما اكلك واحد انا مخير طبعا اكلك لازم يكون ضمن النص اللي اريد اسحب من عدة التنسيق بعدين اروح اسحب التنسيق شلون اسحب التنسيق اضغط اكلك على نسخ التنسيق واجي الصق هذا التنسيق يعني شون كأنما بالفرشات اجي اصبغ على النص اللي انا اريد اجري عليه عملية لسخ التنسيق فاجي بالفرشات احدد التفليل رح يجيني التنسيق اللي كان بيضمن علامة التبويب هذه طريقة طبعا يأكو طريقة احترافية هواي ناس ما يعرفوها اللي هي انا مثلا اهنان اردد هذا النص اخلي لونه احمر واريد التنسيق مال هذا النص يكون على هذاني العناوين الاربع عاش اسوي اروح على هذا النص واختار نسخ التنسيق واجي اسوي عملية لسق طبعا هنانا التنسيق نسخ التنسيق تنصق لي تنسيق مرة واحدة يعني اريد هسا اجري على هذي لمن احددها ما تتغير تنسيق هليش لازم ارجع مرة ثانية اسحب تنسيق واجي الاسق على الكلمة الثانية وهكذا ارجع مرة ثانية او ثالثة والاسق على هذا الخيار وارجع مرة ثانية او ثالثة ورابعة وهكذا لسق التنسيق اكو عدي طريقة احترافية اللي هي اضغط دابل كليك بالماوس على نسخ التنسيق رح شي صير رح البرنامج يحتفظ لي بعمليات التنسيق واقدر استخدمها عدد يعني غير محدود الى ما لا نهاية اشقد ما اريد استخدمها اني مثل ما تلاحظون مرة واحدة بس اسوي عملية نسخ واستخدم النص اشقد ما اريد يعني عشر مرات خمس مرات عشرين مرة ألف مرة مليون مرة ابقى انا اقدر استنسخ والتنسيقات والسقهن اشقد ما اريد لكن شرط انه يبقى هذا الخيار مفاعل بس اضغط عليه مرة ثانية انتهى بعد فهس هنا اعدي خيارين اما الطريقة الاولى مرة واحدة يعني هسه مثلا هذي ممكن نخلي لونها اسود اما مرة واحدة اجي على نسخ التنسيق هذي مرة واحدة وارجع مرة ثانية نسخ التنسيق هاي اذا ضغطت كليك واحد اما اذا هنا حددت هذي الناس وضغطت دبل كليك يعني مرة ثانية كليك واجهت سويت هنا نسخ التنسيق رح يبقى البرنامج محتفظ لي بالتنسيق اشقد ما انا اريد اسوي عمليات لصق براحتي